السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي مشاهدي قناة ربح من الانترنت مرحبا بكم من جديد قبل بداية المضوع أصدقائي أرجو منكم المشاركة في القناة وهذا شرف لي ليسلكم كل جديد اليوم بإذن الله سنحاول شرح منصة ليست جديدة هذه المنصة تعمل منذ سنوات في مجال العملات الإلكترونية وسنقوم إن شاء الله شرح بليل المبتدئين في العملات الإلكترونية طريقة التشجيل في هذه المنصة أصدقائي بعد الضغط على رابط الفيديو يأخذك مباشرة إلى صفحة الموقع أو صفحة المنصة نقوم بالضغط على رزيستري بهذه الطريقة بعدها نقوم بإدخال الخانة الأولى نقوم بإدخال اسم المستعمل ثم بعدها نقوم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بنا في الخانة الثانية بعدها نقوم بإدخال كلمة المرور ثم في الخانة الثانية بعدها نوافق على شروط الموقع بعدها نقوم بالتحقيق من كود الكبرشة بعدها نقوم بالضغط على رزيستري بعد الضغط على الرجسطري أصدقائي يقوم الموقع بإرسال رسالة تفعيل الى البريد الإلكتروني الذي قمته بتشجيله نقوم بتفعيل الحساب ونقوم بالدخول الى حسابنا مباشرة أنا منذ المنصة أصدقائي منذ مدة سأقوم بالدخول الى حسابي مباشرة بهذه الطريقة لاحظوا أصدقائي نعم نقوم بالتحقيق من قول كبتشا بعدها نقوم بالضغط على لغين لاحظوا أصدقائي وهذه المنصة الجميل فيها أنها مؤمنة تقريبا 90 إلى 100% بعد كل مرة تريد تشجيل الدخول يقوم الموقع بإرسال كود إلى البريد الإلكتروني الذي قمته بتشجيله ليسمح لك بالدخول الى نقوم بالذهاب الى البريد الإلكتروني الخاص بنا لاحظوا أصدقائي هذا هو الكود هذا هو الكود الذي تم إرساله الموقع نقوم بنسخه بعدها نقوم بالتحقيق من قول كبرشا بعدها نقوم بالدخول إلى حساب أمرة أخرى بهذه الطريقة لاحظوا أصدقائي هذه هي الحساب الخاصة بالموقع لاحظوا أصدقائي أنا الآن أملك عدة عملات في هذه الموقع من الباك والريد عملات كثيرة أشتريتها لما كانت سعرها منخفض وتركها إلى حين يقوم مرة ثانية طريقة العمل في هذه الموقع أصدقائي مثلا كيف يتم البيع وكيف يتم اشراء في هذه المنصة إذا أردنا بيع عملة الدق نقوم بالضغط على عملة الدق كوين لاحظوا أصدقائي أنا الآن أملك 8000 عملة من عملة الدق كوين التي ما زلت لما أقوم ببيعها والذي في الأورج وضعه من أجل البيع 8400 دق أريد أن أبيعها بسعر 131 ساتوشي الآن الدق كوين الذي تملكه أنت نقوم بالضغط على نقوم باختيار الدق كوين الذي تملكه بعدها نقوم باختيار المبلغ الذي يبيع به الشراء أو البيع البيع به هذا الدق كوين لما يصل السعر إلى 150 ساتوشي نقوم بالضغط على سهل هنا الموقع أصدقائي يضع لك الأورج الذي قمت بإنشائه في الانتظام هنا إلى غاية وصول الدق كوين إلى 150 ساتوشي تجد بأن الدق كوين الذي تملكه قد تم بيعه بطريقة أوتوماتيكية وأيضا بالنسبة للشراء إذا أردت شراء الدق كوين ما عليك إلا اختيار السعر الذي تريد الشراء به مثلا نختار سعر 110 ساتوشي بعدها الموقع لما يصل سعر الدق كوين إلى 110 ساتوشي يقوم الموقع بشراء الدق كوين بطريقة أوتوماتيكية جميل في هذا الموقع أصدقائي أنه يمكنك الاستفادة من بعض العملات المجانية نقوم بالضغط على 3 كوين بعدها يعطيك بعض العملات المجانية اليومية أي لما تقوم بالضغط على هذه العملات تزداد كل يوم يعطيك عملات مجانية إلى حسابك مثلا نقوم بالضغط على عملة سباك بهذه الطريقة نقوم بالضغط على عملة سباك نقوم بالتحقيق من الelierة بعدها نقوم بالضغط على confirm نقوم بالضغط على confirm ثم نقوم بالضغط على هذا أيضا نعم ويمكنك الضغط على كل ما تدخل إلى الموقع نقوم بالضغط ليعطيك عملات مجانية طريقة السحب أو طريقة العملات إلى هذا الموقع نقوم بالضغط على وليت بهذه الطريقة هكذا أصدقائي بعدها إذا أردت سحب أي عملة من العملات مثلا دائما المثال نقوم أنا مثلا هنا عندي تقريبا 16417 دقوين إذا أردت سحبها أقوم بالضغط على هذه الطريقة في هذه الحالة نقوم بإدخال الدقوين الذي تريد إرسال إليه الدقوين وهنا نقوم باختيار العدد الدقوين الذي تريد إرساله ونسكم أصدقائي أنه إذا أردت إرسال البيتكوين لا ترسل البيتكوين مباشرة إلى حسابك أو إلى منصة أخرى فأحوله إلى الدقوين وأقوم بسحبه لأن العمولة التي يأخذها منك الموقع في الدقوين عمولة صغيرة جدا تقريبا هنا يأخذ عليك ولو حتى 2 دقوين عمولة صغيرة جدا لاحظوا إذا أردت سحب البيتكوين نقوم بسحب البيتكوين لاحظوا العمولة التي يأخذها عند سحب البيتكوين هي 150 ألف ساتوشي يعني لو أردت سحب 200 ألف ساتوشي من هذا الموقع حسابك في الإرسال تريد إرسال إليه البيتكوين تصل 50 ألف فقط أما 150 ألف يقوم الموقع بأخذها منك وهكذا بالنسبة للعمولات الأخرى التي وضعته في هذا الموقع نقوم بالضغط على أرد هنا تلاحظ أن كل المعاملات التي تقوم بها موجودة ومشجلة في هذا الأرد إذا مثلا أنا قمنا بشراء بيع الدقوين بسعر 150 ألف ساتوشي هو الآن في الانتظار إلى غاية وصول الدقوين إلى 150 يختفي من هذه الخانة فإذا أردنا إلغاء العملية نقوم بالضغط مثلا على هكذا بعدها نقوم بالضغط على تقوم بالضغط على أرد نعم هنا المبلغ الذي قد خاص بالدقوين قد تم إلغاؤه أما بالنسبة للعمليات التي قمت بها توريخ العمليات التي قمت بها مسبقا فهي مشجلة في مثلا لو بيعنا الدقوين أو اشترينا أي عونة من العملات كلها مشجلة بالنسبة للعمليات الأرد بالنسبة للعمليات البابوزي أيضا هي مشجلة في هذه الخانة مثلا أنا قمت ب في هذه الخانة قمت بإرسال الزكوين الزكوين عدة مرات كلها تلقها مشجلة في هذه الأخط في هذه الخانة كلما سحبتهم من الموقع مشجل في هذه الخانة أصدقائي هذا كل أرجو منكم المشاركة في القناة ليسلكم كل جديد وهذا شرف لي ونسأل الله أن نرزقنا الحلال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا